ده انا رحت برضو اخدي مصلحة في مكان ما واحد بصلي كده قال لي باحتقار شديد وقال لي انت عبتش نفل اخوان انت مش عارف ايه انت ايه واحد موظف في مكان في الدولة طبعا تتاول بغيره انا بس كده فعش اتكلم تاني عايز اقول انه ال 7-8 مليون اللي في جاز دار للدولة دول عندهم ممارسات خاطئة الدولة بتحاول تقوم وتقاوم لكن المجتمع لازم يساعد من خلال منظمات المجتمع المدني لكن انا معلش ربما انا بتجاوز في الكلام على دور المجتمع لكنه حقيقي ومهم وضروري لن تتقدم المجتمعات الا بمشاركة مجتمعية ودايمن الرئيس بيقول لازم يبقى ايد واحدة ومع بعض هو ده المقصود ان احنا نساعد بعض لازم اؤمن انه البلد دي بلدنا كلنا ما انفحش واحد يقول انا مالي بعيد عني خلاص ما ليش دعوة كل واحد لو قال انا مالزاين بارح بتاعة المية بتاعة وزرط الاسكان اللي بيحلق دقنه كل يوم بتنشر لتر حرام حرام وانا بتكلم بتكلم هزا كلام مش بتكلمه عشان في تلفزيون بابقى وابدوا مثاليا لا والله من انا منزو زمن بعيد وانا شايف ان فيه مشكلة مية حتى حلقة الدقن دي يا سيدي احنا اهلنا بيعملوا ايه بيفتح الحنفية وشغال ينزلوا عشرين تلاتين لتر وهو عمالي يحلق في دقنه بالتأكيد احنا لو دفعنا تمن المية كويس دون دعم مش اعمل كده والدليل ان لما سعر الكهرباء زاد بتلاقي كل واحد في البيت محدش كلنا واحد يعني بصود احمدي يجري لف يطف الانوار ليه هيدفع نفس الكلام المية نفس الكلام الغاز لو ببلاش ابو ببلاش كتر منه اخسر عربية واعمل بش عارف ايه واحد لا اداني والله لو المية تم التعامل معها زي الكهرباء زي البلاد اللي برة لا تلاقي الواحد يجيب شرط ما يحطون في ويحلق دقنه ويرب دقنه وشيحنة اصلا عايزين نعيد مرة اخرى النظر الى قضايا بلدنا لاننا جميعا يجب ان نشارك فيه حلة ترجمة نانسي قنقر